السلام عليكم انا دا بعت سردت بالي رب ترداني يا حتى جبل الخطو لاي 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 الله يجعب فيني محمد الله يا رب الله يحفظك اللاق وما يطول عمرك اللاق الله يحفظك اللاق الله يفرج عنيك يا رب ما عرفيش حاليش حالو انا كانت مضمى دا دا عظمني قد مصاني قلت قلت يوشك المعتني صناني في الولو ما تدليش قلت ولكن هذا را طيب قريدان صعيد شي شكلن قد اخترتين قلت ولادي الله عكبير غدا يشكل يأنا قلت قلت تساعدتن الذي اوفرني السيدة لا اله الا الله راانتي فكني يا الله يطول عمرك الله يكبر بك للا اميمة احنا راكلنا ضعفاء ومدنبين وفقراء تحت ملك الله اللا يخلك لي نسيت عندك واحد ليه بعض مخلوع كل شي مشادي تنفلي الله يجزلك بسان را غير الظاهرة للا رب اللي علم بالباطن للله يخفر لنا ولكو لجميع المسلمين سبارك الله سبارك الله الله أكبر 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 مرة من خلقه أكيد أن الله تعالى كما ذكرت بأنك استبع عندك فوترف الصلاة فوترف قيام الليل هدوه أسبوعي ما صليتي وارتكبت بعصية هذا كله في دائرة كيخلق لنا نوع ولكن بالمقابل ماذا أعطاك الله تعالى مقابل هذا كله أعطاك الإحساس بالخوف والخوف هو مرتبة من أكبر مراتب الإيمان حتى إن مما يروى أن رجل من بني إسرائيل ارتكب جرائم خطيرة جدا جميع الدنوب التي في الوجود ارتكبها ولما حضرته الوفاة جمع أبنائه وقال لهم لو قدر الله علي لو قدر علي ليعذبني عذابا شديدا لأنني ارتكبت جميع أنواع الخطايا والدنوب والمعاصي والظلم والفسوق والعصيان فقالوا ليش أندروا معك دابا قالوا يا أبنائي إن ميتوا فخذوا الجتة ديالي وحرقوها بالنار حتى إذا صارت رمادا انتظروا يوما كثير رياحه ثم صعدوا إلى مرتفع إلى جبل وذروني في الهواء حتى يتفرق الرماد في الأرض فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا ربنا يحدثنا أن القيامة قد قامت لأن الله تعالى ما عنده حاضر ولا ماضي ولا مستقبل الله خالق الزمان والمكان وهو يحكم كل شيء في يوم القيامة ربنا عز وجل بعثه بجسمه وبأنامله وببنانه بلزون بخانديا لكل مجموع كما هو أن يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه هذك البصمات ربك يسويهم كما هم فسأله المولى عز وجل لماذا فعلت هذا أمرتهم بإحراقك حتى صرت رماضا وطلبت منهم أن يدروك في الهواء قال يا رب لأن خطاياي كثيرة وأنا خشيتك عندي خشية منك قال يا رب هذه هذه ره قيمة وعندنا عظيمة الخشية والخوف من العزيز الجبار ره مقام مقامة التدين وبها أدخله الله الجنة أدخله الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب فيه الخشية فانت للا أميمة أضعف ما يمكن أن نقول لك هنيئا لك هنيئا لك عندك خشية الله وهذه لا تعطى لأي كان تعطى لأهل الإيمان ولأهل اليقيم لكن الإنسان عليه أن لا يختر ويعلم بأنه مدام صار فيه فتور لماذا وقع له الفتور لأنه هناك مرصود من طرف إبليس رأى كل واحد منك ما قلنا له قارينه وذلك القارين ما يرتح احتشفك بأنك في وضعية غير سليمة رأى أخرج أبوينا أمنا آدم وحواء من الجنة وأقسم على الله تعالى هو وذريته أنه دائما يعطلنا في العبادات والطاعات ويزيّل لنا المحرمات ويخلق لنا مجموعة للتوترات باش يبقى دائما بعيد عن الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من آتاني يحبو أتيته هرولة من آتاني يحبو على رجلي من آتاني يمشي أتيته هرولة الله تعالى يحب عباده المؤمنين ودموعك غالية للا أميمة وأنصحك باش ربي عز وجل يجدك إيمان ويقين أكثر من قولك لا إله إلا الله لشعر بالفتور كيكتر من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كتسمى الكلمة الطيبة كتسمى سر الوجود وكتسمى مفتاح الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل عرفة يخطب في الأمة ويقول خير ما قلت أنا والنبيؤون من قبلي لا إله إلا الله فقالوا مع الصحابة يا رسول الله الإيمان دي أنك يضعف كي هناك تدبدو كدين الشكوك فقال لهم صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليبلى كما يبلى التوب فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والصالحون كانوا يبقوا يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى من اللي يسكتوا كتعد شفة تلقائيا كتنطق بها وكين منهم من يسكت ويسمع قلبه في صدره يقولوا لا إله إلا الله وفي التاريخ هناك طوائف من أهل الصلاح كانوا داروا هذه الأمور كثيرة نذكر من بينها طريقة تسمى النقشة بندية معروفة الآن في قبرص في اليونان وساهمت في إدخال عدد كبير من الأوروبيين إلى الإسلام عدد من غير المسلمين دخلوا للإسلام هالطريقة لها ما لها وعليها ما عليها لكن ما يهمنا سمت نفسها النقشة بندية لأنها كانت تطلب من أتباعها أن يردد كلمة لا إله إلا الله بقوة وأن يقولها في صمت حتى لا يكون نكرية ولا سمعة يقولها في صمت وحتى تنقش هذه الكلمة تنقش كلمة لا إله إلا الله تنقش في صدرك تنقش في قلبك تنقش في روحك وتنتساكت ناعز وهي كتردد بالداخل هذه طريقة من طرق لأن الطرقية فيها ما لها وعلي ما عليها لكن هذه النقطة إيجابية أننا نكتر من كلمة لا إله إلا الله وكل واحد فينا كيسوة سهم عند رب العالمين على قدر ما قلت لا إله إلا الله سهمك يعلو وسهمك يزداد ثمنه فقولوا كثيرا أيها الأحباب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله أسأل الله الكريم للا أميمة أسأل الله تعالى أن يججبيك ويصطفيك ويجعلك مع نساء النبي المصطفى اللهم اجعل للا أميمة مع أمنا خديجة بنت خويلد واجعلها مع أمنا عائشة بنت أبي بكن الصديق واجعلها يا ربنا مع أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنه واجعلها يا رب العالمين مع فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم واجعلها مع آسية بنت مزاحم زوجة فرعون واجعلها يا ربنا مع مريم بنت آل عمران في جنات الفردوس يا رب واجعل كل نسائنا وكل بناتنا وكل أخواتنا اجعلهن جميعا مع من ذكرناهم قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله